في اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال أيام التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكردساني المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردساني وناقش جملة من الأمور المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة وملف تشكيل الحكومة الجديدة وتألف وفد الحزب الديمقراطي الكردساني من خسرو غوران، هيمن هورامي، وصاحب قهرمان، ورزقار غوران وأن ملّا محمد أو ملّا خالد عفوا فيما تألف وفد الاتحاد من رزقار حاجي وتلار لطيف وزياد جبار وسليمان مصطفى ويوسف غوران كما أن الاجتماع ناقش ملف انتخابات برلمان كردسان المقبل والقضايا المتعلقة به والمتمثلة بقانون مفاوضية الانتخابات وقانون الانتخابات